بعد عشرين عاماً على إنشاء بعثة الأمم المتحدة يونامي حدد رئيس الحكومة محمد سوداني تاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2025 موعداً لإنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق نظراً لانتفاء الحاجة إليها بحسب بيان للحكومة بيان تضمن ملاحظات كشفت عن حالة انزعاج لدى سوداني وفق رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة بشان عمل الفريق الأممي المرتبط بمجلس الأمن ومن بينها التشاور مع جهات وصفها بغير الرسمية دون أن يسميها رسالة السوداني التي طالب فيها إنهاء مهمة يونامي قابلها مسؤولون أممي بتقرير مطول يتكون من عشرين صفحة تضمن جملة ملاحظات الرأو أنها ما زالت تمثل تهديداً للعراق ومن ضمنها هشاشة المؤسسات وانتشار الميليشيات التي تمنع استقرار البلاد تحديات دفعت بعثة الأمم المتحدة للأعلان بأنها تدرس مقترحة إنشاء مركزاً أقليمياً بديل في الخليج العربي لمواصلة عملها عقدان من الزمن لطالما كانت طريقة عمل يونامي في العراق مثيرة للجدل حتى أن بعض المراقبين والناشطين وصفوا مسؤولي البعثة بأنهم شهود زور بسبب حجبهم الحقائق خلال الجلسات الدورية لمجلس الأمن بشأن تدهور الأوضاع في العراق من السشراء للفساد وأفلات المجرمين من العقاب وتفاقم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان فيما يحرص هؤلاء المسؤولون الأمميون على مجاملة السلطات واللقاء بزعماء ميليشيات بعضهم مدرج على قوائم الإرهاب وهو سلوك مارسته المبعوثة جنين بلاسخارت التي بررت للحكومات المتعاقبة في بغداد إحجامها عن إجراء الإصلاحات بذريعة عدم امتلاكها عصاً سحرية وأنها بحاجة لمزيد من الزمن مسيرة بلاسخارت التي رفقتها العديد من الإشكاليات سواء بشأن موقفها من تظاهرات تشرين أو دعمها تشكيل حكومة الإطار المقربة من إيران ستبقى نقطة سوداء وشرخاً يفقد ثقة الشعوب بمنظمة الأمم المتحدة التي كانت طرفاً ضمن شبكة سرخت أموال مشاريع عمار المدن المضمرة في العراق والتي ما زال عشرات الآلاف من المهجرين يرقبون العودة إليها بحسب صحيفة الجارديان البريطانية